ما يقرب من أربعة أشهر على الهدنة التي منحت للميليشيا كمكافأة عقد مجلس الأمن جلسة جديدة ليستعرض مجريات تلك الهدنة التي نفذت من طرف واحد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله السعدي تحدث عن الانتهاكات اليومية للهدنة وما حققته الميليشيا من مكاسب تقابلها تنازلات حكومية وهي التي تدركها الأمم المتحدة ومبعوثها فتح مطار صنعاء ودخلت المشتقات النفطية وفرضت الميليشيا كل شروطها وحققت عائدات من سفن الوقود تزيد عن 90 مليار ريال التهمتها الجماعة دون أن تذهب لصالح رواتب موظفية الدولة وفق بنود الهدنة التي وافقت عليها تفاصيل طرحها ممثل اليمن على طاولة مجلس الأمن ويدرك المواطنون أنها لا يمكن أن تغير في الموقف الدولي شيئا لا شيئة عملت معه الميليشيا بإيجابية سواء أكان ملف الأسرى والمختطفين أم ملف خزان صافر العائم الذي يهدد البيئة البحرية مرورا بإفشال مشاورات فتح الطرقات في تعز والمدن الأخرى المحاصرة من قبل الحوثيين كل تلك وضعتها الحكومة أمام مجلس الأمن تقف الأمم المتحدة عند التحذير من القادم وهي تدرك أن ثمة معرقلا لكل جهود السلام ومتسببا في تفاقم الأوضاع الإنسانية دون أن تتخذ ضده أي تضغوطات حقيقية مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية حذرت أثناء جلسة مجلس الأمن من ارتفاع مخاطر المجاعة خلال الأسابيع المقبلة داعية إلى تحرق دولي سريع تجاه ذلك في ظل وقف منظمات دولية لأنشطتها لغة التحذير هي تلك التي يتعامل بها المجتمع الدولي إزاء ما يمارس ضد اليمنيين وهو ما أطال من أمد المعاناة بينما تدليله للميليشيا شجعها على ممارسة كافة الانتهاكات ترجمة نانسي قنقر